في حتة مهمة جدا اللي هو بيسموها اللوت دايفيرستي او معامل التباين ايه قصد بقى معامل التباين ده؟ معامل التباين او الدايفيرستي ده عبارة عن الفرق بين مجموع اقصى طلب للأحمال الفردية الموجودة بنظام التوزيع واقصى طلب لكامل النظام نتيجة اختلاف وقت حدوث الطلب يعني انت دلوقتي هتجمع تمام هتجمع اللوت دايفيرستي عبارة عن مجموع اقصى طلب الديماندات ديماند واحد ديماند اتنين ديماند تلاتة أربعة خمسة ست foreign تمام اطرح منه الديماند اللي هو دي بقى مجموع اللانظمة دي هو الفرق بين الفرق بين يعني طرحه او تشتغل الرياضة ياة هنا الفرق بين ادي طرحه او طرحت مين بقى مجموع اقصى طلب للأحمال الفردية مجموع اقصى طلب للاحمال الفضتية اللي هو دا تمام واقصى طلب لكامل النظام يبقى ده اقصى طلب يبقى ده هجمع الاحمال الفردية الاحمال الفردية واطرح منها اقصى طلب لكامل النظام لكل النظام اقصى طلب لكل النظام او لكامل النظام ودي هنا ايه الاشارة السالبة اللي هي الفرق ده تباين الاحمال طيب تعال نشوف مسال تعال نشوف مسال بيقول لك هنا والله تم تسجيل قراءات التالية كأعلى قيم استهلاك للأحمال خلال احد ايام اشهر اغسطو الشهر تمانية لشقة السكنية كما هو موضح بالشكل جي الراجل بقى هيعمل ايه هنا يدرس الفترة الزمنية وياخدها لك بقى عشان نعرف نعمل اللوت كيرف ده بالتفصيل من اتنشر صباحا لحد اربعة صباحا الصبح ده من اربعة للساعة تمانية الصبح بعد كده من تمانية الصبح لاتنشر الظهر من اتنشر الظهر لاربعة لعصر من اربعة لعصر للساعة تمانية في العشا من تمانية لاثنشر تاني يبقى هو خد دراسة على كم? خد دراسة على اربعة وعشرين ساعة طيب الحمل المسحوق بقى كان كام بالوات لو لاحظت من اتنشر بالليل للساعة اربعة كان الفين ستمية واربعين وات طب من اربعة لتمانية بدأ يزيد من تمانية الصبح الاثناشر تمام? بقى كده من اتناشر لاربعة زاد جدا. من اربعة لتمانية بيئي سبع تلاف تمنمية وتسعين. بعد كده من تمانية بالليل لتناشر بيئة الفين سبعمية وتمانين. يبقى انا هنا لو بصيت هقدر اعرف تمام الحمل المسحوب على مدار اليوم. طيب ايه انواع الاحمال? قال لك والله من اتناشر بالليل للساعة اربعة الصبح كانت احمال الانارة. مية وستين. كانت احمال التكييف بالليل شغالة تمام. الفين وتلتمية. كانت معدات الطبخ تمام. مية وتمانين. اجهزة الالكترونية ما كانش مشغل حاجة. احمال اخرى ما كانش مشغل حاجة. طيب من بالليل من الساعة اربعة الفجر لحد الثمانية الصبح كان مشغل مية وستين نفسه احمال الانارة. والتكييف هو وهو. وزاد معدات الطبخ صحيح الناس صبحة هو. بدأت شغل معدات الطبخ. فزادت بيت الف تمنمية وشوية. وبالتالي بيئة المجموع الكلي بتاعهم اربعة تلاف تلتمية واربعين. طيب لما نيجي بقى نشوف في حالة الساعة اربعة العصر للساعة تمانية في العشرة دي. والله الراجل شغل احمال الانارة زادت. تلتمية وستين. وشغل التكييف. شغل كذا تكييف تاني. تمام. شغل ضعف التكييف. يعني كان الفين وتلتمية بيه اربعة تلاف ستمية. وبعد كده معدات الطبخ. وفي عندي اجهزة الكترونية تلفزيون وكمبيوتر وغيره. واحمال اخرى. ده كله اشتغل في الفترة من الساعة تمام. اربعة مساء للساعة تمانية مساء. المهم جدا تعمل تحليل لطبيعة هذه الاحمال. طيب هو الراجل بيقول لي والله بعد دراسة الجدول ده. البيانات بتاعت الاستهلات للأحمال الكهربية للشقة السكنية دي. اذا كان الحمل الفعلي لجميع الاجهزة اتنشر الف تمامية وتمانين. احنا لو جينا هنا. لو جينا هنا. تمام. خدنا ان الحمل الفعلي اتنشر الف تمامية وتمانين. جمعنا طبعا كل الاحمال اللي هي فين. اهي. الاحمال المسحوبة كلها دي. اهي. جمعناها اطلع اتنشر الف تمامية وتمانين. احسب معامل الطلب. هنشوف اعلى اعلى طلب خلي بالك. اعلى قيم الطلب كان سبع تلاف اللي هو ده. سبع تلاف كل اللي عليها هقسم 7890 اللي هو اقصى طلب على الحمل الفعل الكلي تمام على الحمل الفعل الكلي خلي بالك دي فيها غلط دي 12880 في سفر هنا نارس هتطلع طبعا لازم احنا تطلع اقل من واحد فقلنا الديماند فاكتور 62 من مية اقل من الواحد